مخرج وطبعا صانع المحتوى الأستاذ سامح سند بنتكلم معاه عن كتاب وأغرب الحكايات وأكيد طبعا هنتكلم عن الجرائم وشكل الجرائم اللي بتتقدم الحس البوليسي الدكتور النفسي لما بيقعد مع الكلاينتز بتوعه أو مع الناس اللي بيطلبوا بساعدته هو شخصيا بيحتاج حد يساعده بعد كده هو شخصيا بيحتاج حد يشيل من عليه كم الصدمات أنت بالنسبة لكم الجرائم أنت عايش في فيلم رعب كبير فيلم رعب والأهم من فيلم الرعب أن بجد أدركت حجم المشاكل أو الضغوطات اللي على رجال الأمن والطب الشرعي والمعمل الجنائي فأي قضية بيمروا بيها لأن فعلا سهل أو تشك في أي حد سهل جدا أي حاجة حواليك بتحصل وارد تبقى محل شك وللأسف أقرب الناس أنت قلت كده أقرب الناس كمل الجملة أقرب الناس هم اللي بتحصل دايما منهم الجرايب أو الله ليه عارف تفاصيلك بشكل كامل عارف كل أسرارك عارف كل حاجة غلط رقم اتنين برضو فكرة أنك تدخل حد حياتك وانت مش واثق فيه 100% فكرة الحدود دي مهمة قوي يعني يبقى فيه حدود بيني وبين الآخرين مهما كان العلاقة يعني فيه كصص كتير اللي هي كصص خيانة أو غدر من أقرب ناس وإحنا بنتسرب بعشم دايما الحقيقة ودي صفة من صفاتنا ترجمة نانسي قنقر